تواجه قرية حصة شبشير في محافظة الغربية تحديات جسيمة في مجال تربية النحل حيث يثير تغير المناخ وارتفاع درجات الحرارة قلق السكان بشأن مستقبل هذه المهنة القديمة ورغم التحديات فإن العديد من سكان القرية ما زالوا ملتزمين بتربية النحل ويسعون جاهدين لتطوير صناعتهم وزيادة الصادرات إلى الأسواق المحلية والعالمية في قرية حصة شبشير بمحافظة الغربية تنتشر تقاليد تربية النحل منذ الأربعينيات لكن اليوم يواجه سكان القرية تحديات جسيمة تهدد استمرارية هذه المهنة القديمة النحل في القرية موجود في قرية حصة شبشير وقرية شبشير موجود من الأربعينيات في القرن الماضي كان على يد المرحوم الرائد من رواد تربية النحل في مصر رواد العربي الحق اسماعيل اعتمال دي كانت البدايات في القرية بعد رجوع المصريين أو طفرة رجوع المصريين من العراء بدأ أهل القرية بيمتهنوا مهنة وهي مهنة تربية النحل تغير المناخ وارتفاع درجات الحرارة يلقيان بذلالهما على المحاصيل الأساسية لتربية النحل مما يؤثر على إنتاجية العسل ولا يقتصر الأمر على ذلك بل ارتفاع تكاليف الإنتاج يضع ضغطا إضافيا على النحالين حيث يتجه بعضهم إلى الابتعاد عن هذه المهنة التقليدية نحن محتاجين هيئة للصروة النحلية على غرار الهيئة الصروة السماكية وهيئة الصروة الحوانية أعتقد أنه لو ما يكون فيه هيئة يبقى الهيئة ستتم أكتر بمشروعات تربية نحل العسل وبالمشكلات التي تواجه المهنة التي بدأت حاليا في مصر بنشتغل بـ 30 أو 40% فالمهنة مهددة بالانقراض وفي محاولة لإنقاذ ما يمكن إنقاذه ينادي المنتجون بضرورة إنشاء هيئة خاصة للصروة النحلية تعمل على دعم مشاريع تربية النحل وحل المشاكل التي تواجهها وبالفعل يرى البعض أن هذه المهنة في مصر مهددة بالانقراض ورغم كل التحديات ما زال العديد من سكان القرية ملتزمين بتربية النحل ويعملون بجد لتطوير صناعتهم وزيادة صادراتهم سواء إلى الأسواق العربية أو الأوروبية بدأنا من 3 أو 4 سنوات فعلا بدأنا انتشار أكبر في السوق الخارجي سواء السوق العربي أو السوق الأوروبي بدأ العسل المصري بيحتل مركز كبير جدا بدأ عملية تطوير برضو في المنتج المصري تبدأ طبعا من النحل اللي هو الركيزة الأساسية للمهنة دي لغاية التعبية والتعبيف واحتفاءا بدوره العظيم يتم تخصيص يوم عالمي للنحل القرية الحمد لله محتفظة بالطبع بتاعها ده انتمائي جدا لأنه صعب جدا أي حد يدخل في مجال تربية النحل ويطلع منه السهل يعني هو عشق بالنسبة هنا بالنسبة لكل الأسر الموجودة في القرية بتشتغل في مجال العسل إذا ما كانش في التربية في تبارة العسل في إنتاج الطرود حتى لو سوئين عربيات العربيات النقل اللي بتنقل عمال اللي بتساعد إلى ذلك تبرز أهمية تربية النحل فهي ليست مجرد مصدرا للعسل بل هي رمز للاتصال العميق بالطبيعة وتقاليدها وفي يومها العالمي يجدد العالم العهد مع هذا الكائن الصغير للحفاظ عليه تقديرا لدوره الحيوي في بناء بيئة صحية ومستدامة